السلام عليكم متابعينا صلى الله عليه وسلم بكل خير وعافية اليوم تغطيتنا راح تكون عن هوندا أكورد 2018 الجديدة كليا هوندا أكورد تعتبر أو هي من السيارات المحبوبة جدا في أمريكا منافس الشرس في أمريكا لها قاعدة كبيرة من محبينا ومن عاشقنا طبعا أهم منافستين أو أقوى منافستين معاها كسيارات يابانية في السوق الأمريكي هي الكامري والألتما ولكن الأكورد هي المنافس الشرس للسيارتين أيضا أكورد تنافس في مناطقنا الهوندا تنافس الطيوتا كامري تنافس النسان آلتما الهونداي سوناتا الكيا أوبتما الفورت فيوجن الشيفرولي ماليبو الرينو تاليزمان تزحمة وهي سيارة شبابية في الأغلب سيارة بيحبوها الشباب جدا طبعا هوندا أكورد تجي بأربع فئات الـ LX والـ LX Sport والـ EXL والـ 2.0 Turbo وهي أعلى فئة وهي المعانا لليوم هوندا أكورد في جيل العاشر حصلت على تحديثات وتغييرات وإعادة تصميم أشياء كثيرة وشكلها تغير ووزنها أخف أشياء كثيرة جميلة حصلت في السيارة عندنا واجهة السيارة أول شيء فوق عندنا كروم متصل في بداية الصدام شبك أسود واسع تتوسطه شعار هوندا وأسفل الشبك عندنا الـ Honda Sensing وهو ليغنيك عن الحساسات الأمامية وهو أيضا لأدار أمامي الإنارة الأمامية تجيب الليد عندنا كشافات ضباب بإطار كروم رياضي وأيضا ممرات هوا لتبريد الفرامل أيضا في كاميرا في الزجاجة الأمامي ودي وظيفته إنها تحدد الأجسام سواء كان أجسام جماد أو أجسام حية عشان تعطيك تحزيرات وقد تتدخل السيارة إلى تغليل السرعة ووصولا إلى إغافة تام للسيارة ليد نهاري موجود في السيارة أيضا سبويلرات صغيرة على الأمام لتوزيع الهوا وتسبيت السيارة أيضا موجود على السيارة سيارة Honda Accord من الجم سيارة رائعة جميلة في عدد تصميم السيارة أيضا الجم ماخلة من التحديثات وتجميلات بداية عندنا هنا نحت في السيارة أو كتف عريض يساعد في عوامل الأيرو ديناميك لسيارة من الجم السيارة موجود هنا سبويلر على السيارة لتوزيع الهوا عندنا مقابض السيارة تيجي بلون السيارة كمواصفة غياسية بالإضافة إلى أنه الدخول زكي لجميع فئات هوندا أكورد 2018 عندنا غمازات على المرايات المرايات تيجي بلون السيارة مطعمة باللون الأسود الجنوت أو الرنقات أو الكفرات المتوفرة في هوندا أكورد في مقاسين جند 17 على الفئات الأقل أما الفئة المعنى اليوم هو جند 18 مقاس الكفر كامل على الفل الكامل أعلى فئة 235 على 45 R18 البروفايل صغير جند رياضي أما على الفئات الثانية فالجند يجي 225 على 50 R17 جند شوية مرتفع يعطيك الأداء الرياضي وأيضا النعوم على الموديلات الأقل من الفل الكامل طول السيارة 4.89 سنة عرض السيارة 1.86 سنة ارتفاع السيارة 1.45 سنة غاعدة العجلات 1.83 سنة وزن السيارة يبدأ من 1448 كيلو أصولا إلى 1570 كيلو على أعلى وزن أو أعلى فئة متوفرة في السيارة فل التنك 56 لتر صرفية الوقود في السيارات على أقل فئة تمشيك 18 كيلو بوين 4 بلتر بنزين 1 أما على أعلى فئة وأكبر مكينة صرفية الوقود 14.3 كيلو بلتر بنزين 1 على بطاقة كفاءة الوقود تجي لقى الفئة جيدة جدا وممتازة وعلى الفئة الفول تجي جيدة جدا هوندا أكورد من الخلف بداية عندنا جناح على السيارة غير أنه البوضي منحوت في شكل جناح عندنا إنارة تحزيرية في الخلف إنارة الخلفية LED وفيها أيضا إنارة عادية شعار هوندا في الوسط كلمة أكورد على اليسار 2.0 تيربو سبورت وتميز الفئة المعاك وهي الفئة الفول اليوم كاميرا رجوع تفاعلية بتلات وضعيات وضعية تحت وضعية عادية وضعية مرتفعة أربع حساسات من الخلف اتنين فتحة إكزوز مغطية بالكوروم عندنا الشنطة الخلفية تفتح بأربع وضعيات أو بأربع طرق الطريقة الأولى عن طريقة الرمود عادي جدا والطريقة الثانية من داخل السيارة الطريقة الثالثة بكهرباء من الخلف والطريقة الرابعة هنشرحها من الداخل أو هنبينها بشرح آخر من الداخل اللي هي إذا طفيت البطارية فصلت البطارية وفي شي ضروري في الشنطة فيقدر يفتح الشنطة من الداخل الشنطة عندنا شنطة مناسبة حجمها جاي عرضي أكتر من طولي مناسبة للسفر للخطوط الطويلة بتاخد شنطتين كبار وضعها يعتبر جيد مساحة الجلوس من الخل في هوندا أكورد بداية عندنا مسند موجود محامي الأكواب بصورة فخمة مكيف وسطي موجود في السيارة تمانية إرباقات موجودة في السيارة غياسية على كل الفئات تجي من الداخل جلد أو مخمل بلونين أسود أو بيتش فاتح أوف وايد فيه شوية لور رصاصة بالنسبة للجلوس الآن الكرسي الأمامي راجع إلى آخر شيء وفيه خمسة أصابع من عند الركبة أربع أصابع من عند السكف مساحة الجلوس جميلة صراحة واسعة مريحة التطريز الداخلي الكروم أو النيكل المحطوط من الداخل شكل جميل السيارة من الداخل بما أنها السيارة الأعلى فيه والاسبورت اللون الداخل المتناسق جدا جميل مع الكروم مع لمسات الكاربون فايبر الأمامية صراحة الشغل في السيارة جميل بالنسبة للأنظمة الصوتية المتوفرة في هوندا أكورد عندنا على أقل فئة يجي أربع سماعات 160 واط الفئة الأعلى منها يجي أربع سماعات 180 واط الأعلى الفئة الثالثة اللي هي الـ EXL يجي عليها 8 سماعات 180 واط أما على أعلى فئة المعاني اللي اليوم 2.0 توربو وهي أعلى الشيء في الهوندا أكورد تجي 10 سماعات 450 واط طبعا الكرسي من الداخل تقدر تخلي وضعية الكرسي 6040 تفتح من الداخل هم حاجة بعد كده تفتح من هنا تفيد فيها الحركة دي طبعا بما أن السيارة أكبر شعبيتها في أمريكا فأغلب الشباب بيكون معهم ألواح تزلج فدي تفيد في عملية وضع لوحة تزلج الخاص بالأمواج الأمور أيضا تقدر تستفيد منها في أشياء تانية في وطن العرب نستفيد منها في أشياء كتير بس بشكل عام هي جميلة بتعطيك مساحة تخزين أكبر إذا أنت كنت لحالك بتحمل أي شيء فتعطيك مساحة تخزين أبسط حاجة لو رح تشتري شاشة من إيكيا ما تأجر وانيت حمل داخلية هوندا كوردة جديدة كليا طبعا الداخلية من الداخل رهيبة رهيبة ما شاء الله تغيير جزري في السيارة تغيير جميل جدا في السيارة السيارة بيقى شكلها أجمل وأفخم من أول عندنا على اليسار التحكم بالزجاج زجاجين الأمامية تيجو فل أوتوماتيك تأمين الزجاج تأمين الأبواب التحكم بالمراي أيضا جاي بصورة عملية وجميل وسهل يعني بدلا ما يكون موجود هنا بأسرة لا موجود هنا بشكل أريح وجميل عندنا اتنين زاكرة زاكرة للمقاعد على اليسار موجود الهدب ديس بلي والترايب اللي هو العداد موجود هنا والتحكم بإنارة العدادات أيضا موجود على اليسار عندنا فصل السنسور السينسورس أو الحساسات الرجوع وتشغيله وعندنا أيضا التركشن التحكم بزراع مع كهرباء فما يعيب بالعكس عملي عندنا الإنارة بوضعية الأوتو الشيفتينج بادلس موجود في السيارة اللي هي 2.0 الأعلى فئة وأيضا موجود في فئة الاسبورت 1.5 على اليسار التحكم بالشاشة الموجودة في السيارة شاشة كبيرة جميلة في السيارة التحكم بالشاشة الوسطية الرد على الاتصال تحكم بالسورس بشكل عام على اليمين مسبت السرعة والرادار وتتبع المسار للسيارة التشغيل بزر الدخول لك للسيارة زي ما قلنا المكيف إلكتروني مفصول من أجمل ما يكون الآن اللي في الرياض يعرف أجواء الرياض الآن المكيف على الدرجة الأولى ومكيف هوندا أكورد مكيف هوندا بشكل عام وما يحتاج إلى تعريف أو الشاشة جاية بصورة عملية بوضع جميلة الشاشة طبعا تدعم تدعم الكار بلي الكار بلي من أبل والأندروويد أوتو تدعمهم في خراية موجودة على الشاشة والتحكم أيضا تطش وموجود أزرار على الشاشة هنا في الوسط عندنا درج بصورة مخفية جميل موجود عليه الفلاش وفتحة باور ودرج جميل تحط فيه أغراضك الخاصة أو جوالك أو أي شي كاب هولد الجير جاي بصورة جديدة وهي بأزرار كهربائية فقط بضغطات بلمسات بتغير معاك السيارة من وضعيات الجير والآر والآر والآن والدي صراحة شكل جميل عملي جدا أفضل من عاصل الجير كانت تكون مرتفعة ونوعا ما رح تكون عملية الأزرار أجمل وأفخم من الموديل السابق عندنا وضعيات الإيكو السبورت الفينجر بريك والأوتو هولد موجود على السيارة درج في الوسط موجود أيضا موجود فيه فتحة فلاش تاني وموجود فيه فتحة باور وحامل صغير في الوسط درج هنا موجود في السيارة فيه لمسات زي الكاربون فايبر موجود على السيارة بشكل جميل لمسات الكوروم موجودة بشكل جميل أيضا إينارة أمامية موجود حاملات نضارة عندنا هنا مع الشمسية فيه مراية مع إينارة فتحة السكف موجودة السيارة صراحة من أجمل ما يكون جل داخلي المواد فخمة شكل الطبلون يتغير وبيقى أجمل من أول بكثير عندنا تعتيم على المراية وطبعا تكلمنا عن الكاميرا الموجودة في الأمام وهي بتحدد الأجسام اللي أمامها سواء كانت جمادات أو كانت أجسام متحركة يعني شي حي صراحة دخلية السيارة جميلة وروعة عندنا على اليسار تحت هنا موجود أيضا فتح الشنطة الخلفية بخصوص أنظمة السلامة والأمان المتوفرة في السيارة عندنا الأي بي اس موجود والأي بي اس موجود وهو نظام دعم إلكتروني للفرامل أيضا نظام الهاس وهو نظام المساعدة على الانطلاق في المنحدرات أيضا نظام الفي اس اي وهو نظام المساعدة في السبات نظام تي بي ام اس وهو نظام مراغبة ضغطة الإطارات بالهواء موجود كاميرا ترجوع بثلاثة وضعيات خلفية موجود أربع حساسات موجود في السيارة تمانية إرباقات غياسية طبعا مواصفات السلامة أنا متكلم عنها غياسية على جميع السيارات موجود هدى بدي سبيلي كاميرا أمامية في الزجاج لتتبع الأجسام وتحديد الأجسام تحزير من الاستضام من الأمام أيضا في التحزير من مغادرة المسار والحد من مغادرة المسار أيضا مسبت سرعة زكية تفاعل مع رادار موجود أيضا تتبع على المسار أو السيارة تتبع نفسها على المسار شان تحزرك لو في مغادرة المسار الرادار الأمامي موجود زي ما يقولنا هو هوندا تتبع الطريق أيضا موجود في هوندا بالإضافة إلى أنه الهيكل مصنوع بصورة مدعومة تحافظ على سلامتك وبقدر الإمكان تحد من الخسارة وتقلل من الخسارة يعني البوضي مصنع بصورة أنه يحافظ عليك ويحافظ على السيارة أيضا إلى أقصى حد ممكن من دون ما يأذيك أو يضرك تغنية حصرية على شركة هوندا أيضا من الأشياء الجميلة أنه البوضي اللحام الموجود على البوضي أصبح ليزر فما تلاقي في السك فوق فما تلاقي فراغات ما تلاقي شيء لا بالعكس لحام كأنه جاي قطعة واحدة السيارة أيضا زاوية الرؤية من الأمام التسعت وبيقت أوسع بيقت تاخد زاوية أكبر في الرؤية من الموديل السابق وبالنسبة لأحزمة الأمام فيه خمس أحزمة أمام اتنين في الأمام تلاتة في الخلف كلها تلاتة نقاط وزي ما قلنا الأرباقات عندنا اتنين هنا اتنين في الوسط اتنين في السيبلر واتنين تحت للركب لحماية ركب السائق طبعا السيارة ما شاء الله فيها زحمة مواصفات وقدر ما حاولت أني ما أنسى شيء نسيت شيء ما شاء الله من زحمة المواصفات طبعا مفتاح السيارة يجي عليه فتح وتكفيل وفتح الشنطة الخلفية ويجي عليه أيضا تشغيل عن بعد متوفر في السيارة المفتاحة السمارت مع الأشياء اللي ذكرناها متوفرة في كل الفئات اللي تيجي في هوندا أكورد المقعد مقعد السائق على الفل كامل فيه هو 12 وضعية جلوس يعني فيه 12 وضعية تغيرها المقعد الراكب فيه 8 وضعيات في الخلف عندنا أحزمة الأمام كل واحد لحاله بس يجي أو فيه إمكانية أنك توصل كل الأحزمة مع بعض أيضا فيه عشان مقاعد الأطفال فيه تجهيز لمقاعد الأطفال في الخلف بالنسبة للمقاعد الأمامية التبريد في مقاعد هوندا أكورد تختلف عن باقي السيارات اللي في فئتها إذا توفرت فيها تبريد مقاعد طبعا السيارة فيها تبريد مقاعد وفيها تدفئة مقاعد فمقاعد هوندا أكورد لما تشغل تبريد المقاعد أو تدفئة المقاعد كل الكرسي بيشتغل تبريد وبيشتغل تدفئة غير بعض السيارات اللي تلاقين مثلا المقعد فقط او الظهر او جزء من الظهر لا هنا كل المقعد بيعمل تبريد في سيارة هوندا اكورد وكله بيعمل تدفئة في سيارة هوندا اكورد عندنا هنا الزر العلسار نسينا ما شرحنا وهو زر الهوندا سينسنج بشغل نظام الهوندا سينسنج بالنسبة لجير السيارة اذا كانت بالجير السي في تي فالقير السي في تي يختلف او نوعية جيلة جدا ونوعية ممتازة اول الغيارات نعمة تاني شي ما بيسخن في مشاكل بتظهر في بعض الغيارات السي في تي بالعكس في هوندا اكورد تنسى الغيار خالص ولا تعرف مشاكل مع الغيار ولا يسخن ولا اي شي غيار جميل ومصنوع بمواصفات تناسب منطقتنا ايضا نعم بالنسبة للغيار العشر سرعات طبعا اذا انت وصلت سرعة 115 كيلو متر في الساعة والسيارة على الغيار العاشر بيكون دوران المكينة 1500 دورة في الدقيقة يعني السيارة مرتاحة جدا باقل دوران السيارة ماشة بسرعة 115 و120 كيلو ولكن اذا حبيت تاخد او مثلا حبيت تسرع فجأة او تعمل او تدعس دعسة قوية فهل الغيار حيرجع 9 8 7 لا القير بيرجع معك دبل غيار من العاشر للتامن للسادس للخامس ومن هنا بيبدأ يرجع معك غيار غيار طبعا ما حتوصل بس مع الدعسة السيارة عشان تعمل معك ردة فعل قوية بيرجع من القير العاشر للتامن او من الثامن للسادس دبل غيار بيرجع معك شان يديك ردة فعل حلوة وتحس ان السيارة نشيطة معك بخصوص التربو او التيربو المتوفر في السيارة طبعا فيه طريقة تنفيس او طريقة تخفيض ضغط الهواء في بلف يخفيض ضغط الهواء بتاعه التربو طبعا التربو بيدغط هوى اذا زاد ضغط الهوى زادت الحرارة لا هنا في بلف تنفيس او بلف يطلع شوية من الهوى المضغوط عشان يعادل غير انه في انتر كولر كبير جدا يبرد الهوى عشان يدخل الهوى بارد للمكينة وتضمن انه كل الاحصنة النشطة معاك وكل ال 247 او 198 حصان كلها جهزة معاك متى ما دعس تلاقي السيارة معاك بكامل غوتها بخصوص العزل طبعا اتكلمنا انه الجنوط عملوا فيها مواد مطاطية عشان تقلل من الضوضاء ومن الازعاج ايضا تحت التلبيس الارضي دبلوا عشان يزيد معاك هدوء السيارة وعزل السيارة ايضا او زادوا او دعموا تصفيح السيارة من تحت ايضا بساعد في عملية الهدوء في شي جميل عاملنا في السيارة يمكن نعرفه في سيارات فخمة انه السيارة فيها ثلاث سماعات دورة او وظيفة غير السماعات الصوتية اللي تشتغل مع نظام الصوتي دي ثلاث سماعات مفصولة عن نظام الصوتي ودي دورة انها الضجيج اللي يجي من الامام هي تعمل اعادة او تعمل عكس عكس الضجيج الى خارج السيارة فده بيساعد على الهدوء طبعا في الموديل السابق كانوا سماعتين زادوهم سماعة ثالثة عشان تعكس الزبزبات او تعكس الازعاج اللي جاي من امام السيارة ترجع مرة تانية وانت في المخصورة مع الفخام الموجود في المخصورة تحس بالهدوء التام داخل السيارة بداية موجود مساعد هيدروليك يساعدك يرفع الكبوت وما تحتاج انك تحرق اصابعك في الحر بالنسبة للمحركات اللي تجعل هوند اكور طبعا المحركات القديمة المعروفة انسوها خلاص ما اتجي في السيارتين اصبح اتجي بمحركين اقتصاديات جدد اصغر محرك متوفر على الهوند اكورد 1.5 لتر 4 سطوانات يولد توربو يولد 198 حصان وعزم دوران 260 نيوتن اما المحركة التانية هو المحركة الاكبر 2.0 لتر توربو ايضا يولد 247 حصان وعزم دوران 370 نيوتن بالنسبة للجيرات المتوفرة المحركة الصغيرة يتوفر معها جير CVT اما المكينة الكبيرة 2.0 لتر يتوفر معها جير اوتوماتيك 10 سرعات طبعا نسخة الاسبورت فيها الشيفتينج بادلز اما النسخة الغير سبورت ما يجي فيها الشيفتينج بادلز نجرب زعاج السيارة على درجة مكيف واحدة وعلى سرعة 90 كيلومتر نجرب الأفيرج 60 الآن تسارع من صفر لمية على وضية الاس نشوف رشاخت السيارة مع التيربو وسرعة استجابته طبعا الجير CVT فهتلاقي الار بي ام يعني ما شاء الله سايق العزم والاحصين على طول ما بسم الله ما شاء الله نجربنا تسارع السيارة وشفنا السيارة رشيغة وجميلة على محرك طبعا المحرك اللي عملنا على التسارع هو 1500 سي سي وال2000 سي سي رح يكون اجمل وازرع مع القير العشر سرعات السيارة صراحة رشيغة خفيفة ما تحس السيارة تقلت لا بالعكس السيارة خفيفة جدا ورشيغة ايضا بالنسبة للكاميرا الموجودة على الميراي اليمين الموجودة في الأكورد من زمان ايضا موجودة ما سحبوا من السيارة الجديدة الكاميرا الخلفية بمجرد ما تحط الريوس بتطلع معها خيارات انك تختار ثلاث وضعيات للرجوع الخلفي زي ما تكلمنا صراحة انتباعي عن السيارة جميلة جدا على المغود وضع السيارة المكيفة كل شي في السيارة صراحة جميل ورائع ووضعية الجلوس مريحة صراحة السيارة رائعة فعلا فعلا هوندا عملت شيء ما ينتقد ولا تقدر تتكلم عليه في ختام الحلقة وان شاء الله نكون نغطينا كل المواصفات وما نسينا حاجة عن هوندا كورد السيارة الرائعة الجميلة حدس 2018 فاتمنى انه ما نكون نسينا شيء واذا نسينا شيء او شيء ما واضح في خانة الشرح تقدر تحط سؤالك وراح يكون ردا عليكم سريع ان شاء الله بالنسبة لأسعار السيارة اقل فئة الفئة الـ LX وهي اقل مواصفات سعرها 98900 اما الـ LX الرياضية الاسبورت 107900 اما فئة الـ EXL 122900 اما الطب من الأكورد وهي 2.0 توربو سعرها 137900 طبعا بالنسبة للأسعار الأسعار غير شاملة ضريبة الغيمة المضافة ولا سعر اللوحات ولا تأمين ولا ايشي غيمة السيارة فقط احب اوجه شكري للسادة شركة عبدالله هاشم المحدودة والشكر أيضا موصول للأخ جمال الشمري والشكر أيضا لإسماعيل الأحمدي لتوفير الفرصة وإتاحة الفرصة ان نصور داخل المعرض بخصوص صفحاتنا شبكات التواصل الاجتماعي رح تكون موجودة في خانة الوصف أيضا لوكيشن الموقع رغام التواصل مع استشارين المبيعات رح يكون موجود في خانة الوصف أي معلومات إضافية أي شي رح يكون موجود أيضا في خانة الوصف في ختام الحلقة أشكر متابعتكم ويتمنى أنه كانت تجربة سريعة خفيفة عليكم ويتمنى ما أطلنا عليكم عنه سيارة ستاهل أكتر من كده ولكن حبينا نبين ونطلع كل الأشياء الموجودة في هوندا أكورد في ختام الحلقة نقول لكم في أمان الله